مرحبا وأهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين وصفتنا لليوم رح تكون معمول لطحين هاي الوصفة اللي كتير طلبتوها مني على حساب الانستجرام واليوم إن شاء الله رح لبي طلبكن رح نعملها بطريقة ناجحة ومضمونة مية بالمية وكمان بطريقة تشكيل مختلفة عن التقليدية بطريقة النقش بالملأط وكمان بطريقة الأوالب العادية التقليدية تابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة وتعالوا لنشوف طريقة التحضير رح نحتاج لكيلو طحين أبيض زيره ومتعدد الاستعمالات بالأكواب بيطلع عندي 7 أكواب ونص معيارية رح ضيف عليهم 500 جرام من السمنة الحيوانية في حال ممتوفر عندكم السمنة الحيوانية أكيد ممكن تستعملوا السمنة النباتي الكمية السمنة بالأكواب كوبين ونص معيارية بالنسبة للسمنة لازم تكون بحرارة المطبخ أو مائلة للبرودة هلأ هرح أخط السمنة مع الطحين كتير منيح لحتى يتشرب الطحين كل كمية السمنة لازم نعجين بشكل جيد لحتى تتشكل عنا عجينة وهيك بنكون تهينا من المرحلة الأولى للعجين هلأ رح حطها بالبراد طبعا بدي أغطيها وتركها لمدة ساعتين هلأ هون طلعت عجينة من البراد هيك لازم يكون قوامة يعني لازم تكون جمدة السمنة تماما هلأ بعد هيك رح أعجنها للمرة الثانية لازم تنعجن بشكل كتير منيح لحتى تصير عندي قوامة كريمي بنفس الوقت لازم التن باردة ما لازم تسخن بإيدينها هلأ أنا هون استعنت بزوجي مشان يعجنها لأنه بصراحة بده كتير عزم ومثل ما قدت لكم لازم نعجنها بنفس الوقت بده التن باردة ما لازم تسخن بين إيدينها بدنا نضل نعجل لحتى نتوصل لقوام عجينة لين وكريمي هلأ هون رح حضر للسوائل رح نضيفة للعجينة رح نحتاج لكوب موي باردة كتير يعني لازم تكون متلجة الكوب اللي استعملته بإياس الكوب المعياري متل مواضح معكم بالفيديو رح ضيفة عليه هون كمان كوب سكر كمان ثلاث معالق قطر تقيل وبارد هلأ رح أخلط المكونات مع بعض كتير منيح لحتى يدوب السكر تماما لازم تأكد انه السكر داب قبل ما نضيفه للعجينة هلأ هك قوام العجينة عندي صار بعد ما عجنته كتير منيح رح ضيفة عليها السوائل بالتدريج بعد إضافة السوائل ممنوع نعجن عجن لازم نلم العجينة لم بروس الأصابع بطريقة الردم من تحت لفوق متل مواضح معكم بالفيديو كتير ضرورية هي النقطة لحتى ما يطلع معنا المعمول قاسي بعد الخبز بمجرد انه العجينة تشرب السوائل منوقف خرط هيك بيكون شكل العجينة عندنا بعد ما تشربت كل السائل بالبداية رح تكون طرية وتلزق باليد بس بعد ما نريحها رح ترجع تتماسك تمام هلأ رح رح ريحها بالبراد لمدة نص ساعة أو ساعة وبهلوقت رح حضر للحشوات بالنسبة لحشوة الفستو رح نحتاج لمتين جرام من الفستو الحلبي المفروم هضيف عليهم بالبداية ثلاث معلق كبار من القطر البارد رح ضيف كمان معلقة كبيرة من الماء الزهر يلي ما بيحب إضافة ماء الزهر ممكن تستبدلو بالماء العادي كمان معلقة كبيرة من السكر البودرة ورح أخلطهم مع بعض بعد هيك رح أجنهم باليد كتير منيح لحتى يتماسكوا تمام ازا شفتوه لسا ما تماسكوا كما ممكن نضفلون قطر لحد ما يصيروا عنها يتشكلوا مثل العجينة هلأ هيك صاروا يتشكلوا عندي منيح بآخر العجن رح نضيف معلقة صغيرة من السمنة السمنة هون بتفيدني إنه مع تتلزق الحشوة بإيدي وقت أنا عم شكلها عشان هيك ضفتها بالأخير هلأ هيك صاروا يتشكلوا معي كرات رح أشكل هون كرات بحسب حجم القلب يلي عندي هيك بتكون صارت حشوة الفستق عنا جاهزة هلأ هون بنسبة لحشوة التمر عندي كيلو من التمر نزعت منه النوى وطحنته على الماكينة رح ضيفه عليه معلقتين كبار من القطر ومعلقة كبيرة من السمنة الحيوانية رح عجرم مع بعض كتير منيح بالنسبة لإضافة السمنة الحيواني للحشوة كتير رح يعطينا نكهة مميزة وبالنسبة لإضافة القطر رح تعطيني تراوي للعجوة لحتى ما تطلع آسيا معنا بعد ما نخبزها هلأ هون رح حضر معكم الحشوة التالتة رح يلزمني كوب وربع جوز الهند رح ضيفه عليهم نصف كوب زبيب ورح أعجن هون بالحليب المكثة في المحلة في حال ما متوفر عنكن أكيد ممكن تعجنوهم بالقطر بس أنا كان موجود عندي فضفته للحشوة هاي الحشوة تعتبر اقتصادية نوعا ما بعيدا عن المكسرات كتير طعمتها طيبة وبنفس الوقت ما بتكلف يعني إذا في حال ما قدرتنا أن نشتري مكسرات أكيد ممكن نتفنن بالحشوات هلأ بآخر العجن رح ضيف كمان معلقة صغيرة سمنة وبرجع بعجن هون مرة تانية لحتى يصيروا يتشكلوا معي بسهولة هلأ هيك رح أشكل هون أصابع حسب حجم القطعة اللي بديها وحسب الشكل يلي أنا بديها هيك بتكون صارت حشوة جوز الهند عنا جاهزة هلأ هيك شكل عجينتي بعد ما طلعت من البراد لاحظوا كيف قوامها رائع جدا ما بتشقق هيك لازم يكون عنا قوام العجين رح أخذ منها قطعة صغيرة ورح رجع باقي الكمية على البراد وعذروني ما فيني اشتغل بالكفوف لأنه كتير بتلبك فيهم بشغل المعمول هلأ هو رح رش رشة بسيطة طحين على سطح العمل بعدين رح رح حط عليها العجينة ورح لفرول بهذا الشكل بعد هيك رح اطعها لقطعة متساوية الحجم حسب حجم القلب يلي بدي اشتغل فيه هاي الطريقة بالتقطيع كتير رح توفر علينا وقت ما في داعي انه نكور كل قطعة من العجين لأ ضغري بنشتغل فيهم بهذا الشكل بعد هيك كمان اخدت كورة من التمر وكمان رح لفها رول متل مواضح معكم بالفيديو كمان رح اطعها بنفس الطريقة بالنسبة لطريقة التشكير رح اخد كورة من العجين رح مدة ورح اخد كمان كورة من التمر ورح مدة بهذا الشكل لحتى تتوزع بكل الآلة هلأ رح اذكرها منيح طبعا مكان التسكير لازم يكون لفوق يعني لما بنقلبها لازم يكون مكان التسكير لتحت تمام هلأ رح اطبعها بالقالب بهذا الشكل طبعا القالب بطنته برشة صغيرة من الاطحين ولما نشتغل بالعجينة باردة ابدا ما بتغلبنا بالشغل كتير بتطلع الرسمة ممتازة منصفه نجب بعض بصانية الفرن ما بدنا نترك بيناتهم مسافات متل مواضح معكم بالفيديو بعد ما خلصت الصانية رح اضعها بالبراد لبين ما جهز باقي الصواني بنفس الوقت لما ندخل الصانية على الفرن وهي باردة رح تطلع الرسمة كتير حلوة تمام هلأ بالنسبة لتشكيل الفستق رح اشكله بنفس الطريقة مدت العجينة رول بهذا الشكل رح اطعها قطعة صغار بحسب حجم القالب اللي بدي اشتغل فيه هلأ رح اخد قطعة كرة من العجينة الفستق اللي عملتها ورح احشيه بهذا الشكل هاد القالب اللي استعملته الحشوة الفستق مكان التسكير لازم يكون لفوق القالب مرشوش بالطحين وهلأ رح تققه بهذا الشكل شوفوا الرسمة ما احلاها بدي احكي هون نقطة مهمة لحتى تنجح معنا الرسمة وما تخرب بعد الشوي اول نقطة لازم نستعمل اوالب حفرتهم نافرة وتفاصيلها كتير واضحة ثاني نقطة لازم نشتغل بالعجينة باردة وكمان لازم نبردها بعد الطبع تمام ثالث نقطة اللي هي الاهم انه ما نحط بمكونات العجينة خميرة او بيكينج بودر اخر نقطة اللي هي طريقة الخفز ورح اذكرها خلال الفيديو هلا اهم بالنسبة للتشكيل بملقط النقش رح احشي العجينة بالطريقة العادية بهذا الشكل انا عملتها اصابع لانه بدي اعملها شكل الورقة رح سكرها منيح وبعدين رح اقلب مكان التسكير لازم يكون لتحت تمام بعد هيك رح انحتها على شكل ورقة متل مواضح معكم بالفيديو هلا هون عندي الملقط لكيته بالطحين ولا رح ارسم عليها بهذا الشكل كتير سهله وسلسه بس يعني بتاخد معنا شوية وقت اكتر من القلب بس بصراحة كتير بتعطي شكل مميز هلا هون رح اشكل معكم الشكل الثاني بالعجوة رح حط العجوة بهذا الشكل وسكرها منيح بعدين بقلبها على الطرف الثاني وكورها منيح الملقط لكيته بالطحين كمان ورح مشي عليها الملقط على الداير بالشكل المايل هون فوق بالوسط بمشي الملقط بشكل مستقيم لاحظوا كيف الشكل اللي يطلع معنا كتير مميز وحلو جد بياخد العقل هلا شوفوا بعد الخبز كمان كتير بيطلع حلو هلا هون كمان رح اعمل معكم قطعة تانية برجع بذكركم انو العجينة لازم نشتغل فيها باردة ما منطلع على كل الكمية من البراد بناخد منها قطعة قطعة وبنشتغل فيها وبتن باردة وبتساعدنا بالشغل اكتر تمام وهيك انتهيت من تشكيل كل الكمية طلعت عندي الكمية 4 صواني مثل اياس الصينية الواضحة معكم بالفيديو طبعا الفرن لازم يكون ساخن كتير منيح النار من فوق وتحت على درجة حرارة 200 بالبداية بنحط الصينية على الرف الوسط الرف الوسط يلي اقرب للشواية من فوق لما ياخدوا لون بننقن هون على الرف يلي تحت ازا كانوا بحاجة بالكتير لازم ياخدوا 10 دقايق ما لازم نطول عليهم بالفرن نقطة تانية لا تفتحوا عليهم الفرن كتير وقت الخبز حتى ما يحصل فيهم التشققات هاي الملاحظة كتير مهمة وهيك بتكون وصفتي لليوم صارت جاهزة لاحظوا قلبهم من جوا كيف هاي معمول الفستو ما شاء الله شكله الطعم يبياخد العقل وهي كمان معمول الجوز الهند وليزبيب كمان كتير طلعت الحشوة مميزة وطيبة ولا اروع ولا اطيب من هيك وصفة بنصحكم تجربوها معمول بفتفت بدوب بتم دوابان ولا اطيب من هيك جربوا الوصفة واتبعوا الملاحظات اللي ذكرتها بحدافرها وان شاء الله رح يطلع معكم معمول اطيب من الجاهز ورح تتباهوا فيه قدام ضيوفكم وهذا هو الفيديو لليوم بيكون خلاص بتمنى انه يكون عجبكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك للفيديو لدعم الفيديو اشتراك بقناتي على اليوتيوب مطبخ ليل الشامي وتفايل زر الشرص حتى يصابكن كل جديد شكرا لحس المتابعة والسلام عليكم شكرا لحسن اشتركوا في القناة